يا صاحب في الداوارات القادمة القريبة دولة سنسي نتي قدمنا بقعة القرآن الهيوم مش نحكي ودونك عالقرآن دولة سنسي نتي بعدها الدولة 19 8 دورات كليف للد لكن أغلب أغلب اللاعبات ما همش بشي شاركو في اللي ترونها هذومة وكالكزيون مثلا باوليني وكولينز ونافارو ودونا فيكيتش من طب 20 بارك بشي شاركو في مونتاري وسمسونوفا في كليفلاند بقيها البقية الكل العشرين لعبة الأوائل في التصنيف ما همش بشي شاركو في دارة هذومة من سنسيناتي تول بيمشيوا للوياس اوبان نذكر الوياس اوبان بشيكون ابرتير من 26 اوت يعني ما زالوا جمعتين بالضبط توقفت لكينز جور اليوم لونس كما قلت القرأة عامل الدنكو متاع سنسيناتي عرفنا البركور متاع كل واحدة من اللاعبات باش نحكيه شوي على القرأة متاع سنسيناتي اليوم شوفوا شنوة فما جديد ونذكر بالدورة سنسيناتي في نفس الحشي واليسار في دورة سنسيناتي في 2013 نرجو اتنسوا إن تونس ولك كلها جبانا في جهنا قنار أول حاجة ساعة 11 ديبر ما هيش بتشارك في سينسيناتي سيكونفيرمي والسبب بالمعلن هو إصابة في الكتف الإصابة ذيكة اللي جاتها في واشنطن واللي بسببها ما لعبتش في واشنطن لكن رينا هنبعد لعبتها ضد ناومي أوساكا في دورة تورونتو انفان السبب بالمعلن هذا هو ما زالت مقلقتها الإصابة في الكتف وبالتالي ما هيش بتلعب في دورة سينسيناتي لكن مالغري الغياب نحاول نواكب يوميا دورة سينسيناتي ونعطيكم الريزولتات وأهم اللي ساير في دورة سينسيناتي في الامبورتانس تحت هذه الدورة تحت سينسيناتي هي أخر دورة كبيرة من فئة الالف نقطة جسد قبل الوياس اوبان وهي من أهم الدورات التحذيرية لدورة الوياس اوبان دورة الوياس اوبان دورة الوياس اوبان هزت الرواتي تركبار في آخر موسم لما تبيهم قرابة 3500 نقطة وذوكم اللي لانصيوها بشكل كبير ياسر في الفين سيزون تعمل القفزة الكبيرة اللي عملتها كوكو غاف عمناول كانت في الدومي فينال متع دورة سينسيناتي لعبت وقتها في الدومي فينال ضد ايجا جفيون تاك ونتذكروا انو اللي دو دومي فينال كانوا اكستراوردينير لما حالا مش كان الدومي فينال هذا اما بارتكوليير ماناتش ما بين غاف و جفيون تاك وقتها غاف عمرها من ربحت جفيون تاك ولأول مرة ترباحها كان في ثلاثة مجموعة كوكو غاف ستسيس ومن بعد جفيون تاك ربحت سيس رواء فلو المجموعة الفاصلة غاف ستسيس كانت دومي فينال أخر كانت بين سابالينكا ومي هوة ومي هوة عملت وقتها المفاجئة كبيرة انتبه في سابالينكا طيحت سابالينكا طيحت سابالينكا واماول عنود اطيحت بها في الدومي فينال رغم اللي سابالينكا ربحت سيتولة في دايبريك 6-6 في السادة الثانية والثالثة ميخوفا قلبت اللعبة على سابالينك وربحة 6-6-6 في الفينال غوف بسهولة نسبية ربحة ضد ميخوفا 6-6-4 التورنومت عمناهو التميز برشة مرت شوية صارت فيهم تقطعات وتأجيلات ولكنت تذكروا عمناهو الوقت هونس جبر ماتش منهم ضد ذي كيتش توقف بسبب الأحوال الجوية ومن بعد ذي كيتش نصحبت مترح ووقت هاي في الفيستير ديار فرصة خانتذكروا البركور متاع هونس جبر عمناهو في التورنومة داية بو كما قلت صحيح هميش بششارك توسنيه في التورنومة داية ما هذا لا ينفي ولا يمنع ذاك عمناهوال في دورت سنسيناتي كانت وقت هتاة دو سيري نميرو 5 بالتالي ديركتما لعبت في السيزيام دو فينال ما لعبتش في البرمية تور وأول ماتش كان ضد كالينينا في السيزيام دو فينال أنخيلينا كالينينا اللعبة الأوكرانية وماتش كان سيري برشا سيرتوه في الدوزيام وطروازيام سات متاعوه أونس ربحت الساتلولاسي ستروان بعد كالينينا في التايبرايك ربحت في الدوزيام سات وفي الأخر أونس زادة تايبرايك اخر صار في الدوزيام سات وربحت وانس جبر وربحت وقت هالطرحة داكة وتعديت الوتيام دو فينال في الوتيام دو فينال تقابلت وقت هدود فيكيتش وصارت هنا الريبتور اللي حكيت لكم عليها صبت لمطر ووقت ها أونس متقدم خمسة فنين توقف الماتش دخلوا لفستيار ومغادم الفستيار أعلنت فيكيتش لانسحاب متاحها وما كاملتش الطرح وفي الكاردو فينال ثم كانت الادفرسير لانس جبر هي أرينا سابالينكا وقتها كانت تدو سيرين ميرودو سابالينكا وهنا في الماتش ذايا وانس وقتها تعرضت المشكلة الإصابة في إساقها وصارت حتى انتيرفرس ميديكال وماتش ربحته بطبيعة سابالينكا لكن مش بسهولة وقتها وانس قدمت مستوى مقبول في الماتش ذاكة لكن الإصابة قلقتها نتذكر مليح الماتش ذاكة الإصابة اللي فساقها قلقتها وساهمت في هزيمتها سابالينكا تعضيت للدومي فينال وفي الدومي فينال خسرت ضد ميخوفة هذي دونك شنو اللي صار في سنسيناتي عم ناول بالنسبة لفئة السيدات كما قلت في الأخر قوف هزت هي التيتر تعال سنسيناتي لوليك إن في صنف رجال لقب رجع لنوفاك جوكوفيتش والماتش متاع الفينال كان من أروع الماتشوات شات لولا وقت رباحها الكاراز سبعة خمسة يعني لكارخ ذاه كان في الأخر وصله خمسة خمسة وبعد رباح سبعة خمسة ودوزية متروازية مسات بطل التايبراك اختصاصي رقم واحد في التايبراك نوفاك جوكوفيتش مرتين يربح في التايبراك ومن أطول والماتشوات في الماستيرز كان ماتش ممتاز جدا 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 طوى نذكروا ما بين عيني الماتش ذاكا حلو من أحلى الماتشوات في الفانتشيزان أنت نرى ومتحدث عن جديد كنت نرى المترجم لديهم بقيتم وفي كوكوف وفي بقيتم الـ تصميم محبظ تغير لحظت هنا تغير الـ تصميم يتغير هذا هو اللقب السنيك كيفيش بشي يكون كما تراو في التصوير قدامكم شكون اللي مشاركين هما الساعة قبل ما نبدأ نعطي ونحكي شوية عالقرعة التوب ويت مهمش لكل بشي يكونوا موجودة ثم انسحبت صارت في اخر وقت واذاك علش كما قلت لكم صارت تغييرات في القرعة بعد ما عملت بشكل اوفيسيال مبارح صارت فيها تغييرات بسيطة اليوم اول الغياب هو دانيال كولينس ماريا ساكاري بربورا كريتشيكوفا ماديسون كيز أونس جابر و هوندروسوف هذوما من التوب 20 ثم 6 متغيبات بالتمام والكمال البعض ديكلاري بالمسبق والبعض طوى في اخر لحظة عن التغيب المتاح مع الدورة هذي بالنسبة لل بالنسبة للربع و المتعطب له ايجا جويونتك شكون جا معها و في الجزء متاحها وبالتالي شكون تنجم تكون منافستها في الكار دو فينال موجودة معها جاسمين باوليني لكن مش كان هي فما بتباعة في ملاعبات وخريت ديار هي معفية ايجا من تروندو زيام دو فينال وبشتاعب طول في السيزيام دو فينال لكن بعد تنجم تقابل تمنالو فيتش في التور السويفان احتمال وانو منافستها تكون نوسكوفا او كوستيوك تصور واحدة من دو مازوز ربما حتى إليز ميرتنسك و في الكار دو فينال الاقرب الاقرب بتباعة جاسمين باوليني او ميراوندري و المهم الربع النهائي المتوقع هو ما بين ايجا جويونتاك و جاسمين باوليني انسويت الربع الثاني فيها ارينا سابالينكا ذا يعني وانه لكانت تعدد جويونتاك لدو فينال ربما تتقابله مع سابالينكا في الدو فينال سابالينكا موجودة معها اوستابينكا موجودة في الثنية متاحها اوستابينكا وبالتالي ينجموا يتقابلوا مع بعضهم في الربع النهائي هذي الطاقة نعطيه فيكم في القرعة بالشكل الجديد متاحها اروا بعض الريكتيفيكاسيون اللي صارو فيها يعني القرعة النهائية اوستابينكا بشتتقابل لأودو بيو ربما مع اندريسكو بتباعة هي مع فيم الدور لول و سابالينكا ربما تتقابل مع كوتشياريتو في السيزيام دو فينال ومنبعث نتوقعوا انه زفيت والينا بشكون لادفرسل متاحها فالجاة فالربع هذه موجودة معاهم زادة ازارينكا و سامسونوف وانسويت الجوز الثالث من التابلو واللي على رأسه ريبا كينا ومعها جيسيكا بيجولا في الماتش لول متاحها وارد جدا وانها تتقابل مع ميخوف ولو كان صار ماتش كي من هكا بشكون ماتش كبير ياسر انو باراتي في حين ريبا كينا ربما ماتش لول متاحها بشكون ضد ليلة فرنانديس فالجاة هذي زادة موجودة معهم دينا شنايدر كزادكينا الكساندروفا دوليايد المهم دونك التروازيان كاردو فينال المتوقع هو ما بين بيجولا ريبا كينا جزء الاخير واللي على رأسه بتباعة كوكوغوف بش نقو معها زادة كينوان تشانج كوكوغوف ربما الماتش لول بش يكون ضد بوتنسيفا كينوان تشانج ربما الماتش لول ضد بوسكوفا فالجاة هذي معهم زادة ثم فوتنياك هي كالينينا بفليو شانكوفا اللي كان بريفي بش تلعب ضدها انس جابر لكن بعد انسحاب انس جابر بدلت القرعة والتي بياتريز ما يحدد هي المنافسة بتاع بفليو شانكوفا زادة كالينسكايا انا كالينسكايا موجودة لهن سينياكوفا بادوزا هذوم الكل الموجودين في الجهة ذي لكن الربع النهائي المتوقع في الجهة ذي هو بين كينوان تشانج و كوكوبوف فلا هذي هي الملامح الاولية متاع القرعة بح التورنوى هذي كما قلت لي تريز امبورتان ورغم مع غياب انس جابر على التورنوى هذي فانو بشنا نحاول نواكبو ونعطيكم النتاج ونحكيو عالمردود متاع اهم اللاعبات خاطر تورنوى سين سيناتي بالذات دي ما يعطينا انديس عالي بشي سير ربما في اليو اس او بان جوفو زن فيت دو سويفر للحوصلة اليومية للتورنوى وماتا بخلوش عاد بالتعليقات متاعكم لو كان عندكم اي تسائل تحطوه في التعليقات وانا كان عندي المعلومة نعطيكم الريبانس والاهم من هذا تعطيوني رأيكم وانا نوصلوا لبقية المتابعي ان شاء الله لباس نقولوا انس جابر وان شاء الله نشوفوا التورنوى مزيان كنت معكم مراد بالحجم التولس الى اللقاء